تسييراً للدور الرئيسي لمجلس الأمة عبر سن القوانين والخروج بصيغ نهائية لها وتطبيقها على أرض الواقع نهج شدد عليه نواب المجلس من خلال عقد جلسات إضافية لتعويض الجلسات التي تزامنت مع تشكيل الحكومة مطالبات النواب أكدت على ضرورة تعويض الجلسات التي لم يستطع المجلس عقدها بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو شيخ صباح الخالد وتمنى النواب على رئيسي مجلس الأمة والوزراء العمل على وضع آلية جديدة تكون كفيلة بالعمل على تعويض المجلس جلساته الضائعة إما بجعلها أسبوعية أو تعويضها بيوم الخميس في الأسبوع الذي تعقد فيه النواب أشاروا إلى أن السلطتين أمام قضايا كبيرة وتحديات عديدة في دور الانعقاد الأخير وفرصة حقيقية للإصلاح لذا من الواجب أن تقدم مشاريع قوانين إصلاحية وتنموية تخدم وتعالج مشكلات المواطنين مؤكدين على أن الفترة الطويلة التي قضتها الحكومة لاختيار الوزراء وضيق الوقت فإنه يجب أن يقابلها تجاوب وتعاون نيابي على هذا الصعيد بهدف الوصول إلى الحل الأمثل لإيجاد جلسات تعوض ما فات المجلس مطالبات النواب بتعويض الجلسات رفقتها مطالبات بإنجاز القوانين والتعاون المثمر من المجلسين لتحقيق أكبر إنجاز للقوانين المهمة التي ترفع المستوى المعيشي من جانب وتعالج قضايا المواطنين وتدعم التنمية والإصلاح ومكافحة الفساد من جانب آخر داعينا إلى ضرورة أن تقدم الحكومة برنامج عمل يخدم المواطنين ويساهم في النهوض بالبلاد بعيدا عن الشعارات والعمل من أجل الإصلاح مع قرب انقضاء الفصل التشريعي الخمس عشر تتعالى المطالبات النيابية بأن يزدل ستار المجلس بالإنجاز والتنمية وتفعيل القوانين